السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في فيديو جديد كيفكم إن شاء الله تكونون طيبين اليوم حبيت شارككم وصفة يعني كثير تطلبون مني تسألوني عن الصيام المتقطع تسألوني عن وجباتي بالصيام المتقطع قد خلى شارككم عد اليوم هالوصفة الخفيفة الجميلة مفيدة ويعني كلها صراحة فيتامينات هذا أمس أنا سويتها لي عشاء يعني قطعت لي خضار ابنات مرة طلعيني أول مرة صراحة أجرب الخضار المشوي مرة عجبتني الفكرة خاصة الكوسة طلعت مرة لذيذة بالشوي قطعت لي كوسة وقطعت معاها شوية قرع وقطعت معاها دجاج فليه سويت الشرايح وتبلتهم وحطيتهم بالقلايا الهوائية عادة حين نجي دردش لكم شوية عن صيام المتقطع أنا تقريباً أول ما بديت بالصيام المتقطع يعني كنت أتعب مرة وادوخ لكن سبحان الله مع الوقت ما شاء الله لإله إلا الله تعود جسمي عليه وخلاص صار هو أسلوب حياتي يعني أنا تقريباً أصوم تقريباً من الساعة الثمانية العشاء أكل زي كده حين اليوم سويت لي هذا الطبق وأنا دائماً أغير وأجدد عشان ما أمل أغير بالوصفات فأقول لكم أصوم من الساعة الثمانية خلاص ما أكل شيء إلا لما تيجي الساعة الثانتين الضهر أثناء هذا الوقت بس أشرب موية أشرب موية أو أشرب قهوة أو أشرب شاهي بدون سكر طبعاً بعدين أفضر على الساعة كده ثنتين الضهر يعني أنا سوي لي وجبتين وحياناً يعني أكل سناك مثلاً المغرب أكل قطعة حلا أكل مثلاً مكسرات مع مع تمرتين أو ثلاث وحياناً لا والله طبعاً يعني أنا متاركة لنفسي يعني أحيانا مثلاً أيام مفتوحة خاصة بالأون الأخيرة لكن أنا أول ما بديت يعني بالصيام المتقطع بصراحة مرة التزمت فيه جداً بس الحين بما أنه أسلوب حياتي مثلاً طلعت لا والله آكل مثلاً آكل حلا أخلي لي يصن يوم الجمعة يكون يوم مفتوحة أو يوم الخميس آكل فيه لي أنا أبي أطلب من المطعم ليلة إلا الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فيعني صراحة أنا مرة مرة يعني أنصح فيه جداً أي أحد يبي تسويين رجيم تسويين حمية تبينا أسلوب حياتيك مرة حتراح حلو واللي سألتني بالكومنتات هل هو ينزل عليه الوزن نعم ينزل عليه الوزن بس خلي قولك تجربتي أنا أول ما بديت أسوي صيام المتقطع تقريباً بنات أنا يعني التزمت فيه مرة مرة يعني حرفياً أمشي على النظام ولحظتني قاعدتني يمكن لشهرين ما ينزل وزني أبداً يعني ينزل قرامين ثلاثة قرامين ثلاثة ومرة يعني جاني أحباط لأني أبد المجهود وما ألقى النتيجة فإيش شصار السبب صرت يعني ما أزاول الرياضة وما أشرب موية كثيرة بعد يعني كنت أتابع ناس طبعاً في اليوتيوب وكذا وسألت يعني بحثت يعني صراحة باليوتيوب وبجوجل وشفت تجارب ناس فبديت ما شاء الله لإله لله أشرب الموية أشربها بكميات يعني أتمنى لو أرجع زي أول أشرب هالكميات من الموية كنت أشرب من ثلاثة لتر إلى خمسة لتر باليوم كان معي يعني زي العلبة أو تقريباً مقاسها واحد لتر يعني عشان أعرف كم كم شربت باليوم فمثلاً أحدد لي وقت وقل يلا نحين من الصبح والمقوم لازم أخلص لتر لتر كامل بين الظهر والعصر لازم أخلص لتر والعصر والمغرب وهكذا لحد ما أصل أحياناً أصل ثلاثة لتر أحياناً أصل خمسة لتر هذا من ناحية تشرب الموية والمشي صرت أمشي يومياً بالسير أول كنت أنا أمشي بالسير شارية السير الكهربائي وكنت أمشي نصف ساعة يومياً بعدين بعد ما سويت كل هذه الأشياء بدأ وزني ينزل وفي بعد يا بنات ميزة ثانية للصيام المتقطع أنه يثبت لك الوزن يعني يثبت وزنك حتى لو خلتي لك أيام مفتوحة وكذا ما رح يزيد إن شاء الله بإذن الله وزنك ليلة إلا الله والحين أنا عادي بنات أفكر أسوي نوع هذا لقياس السعرات الحرارية هذا يعني صراحة أنا أولدي الحين يسوي ومرة معجبني مثلاً يكون لك عدد سعرات حرارية معين باليوم مثلاً تخضين طولك وعمرك ووزنك الظاهر تقسمينهم مدري على كام يعني إن شاء الله بإذن الله بشرح لكم فيديو لما أبدأ طبقة إن شاء الله بشرح لكم أنا قلت لولدي صراحة يعلمني عليه وبعدين خلاص مثلاً أنت تحتاجين 1800 1900 على حسب جسمك وطولك على حسب وزنك وطولك وعمرك وبعدين يكون عدد السعرات لتاكلينها باليوم هذا يعطيك بعد مجال أكثر إنك مثلاً كل شيء تأخذينه تقيسينه بالميزان وتطلعين كم فيه من سعرات حرارية وعلى هالأساس تحسبين كم تاكلين باليوم إنك ما تتعدين مثلاً 1800 ما تتعدين على 1900 على حسب حاجة جسمك للسعرات أنا هذا النظام مرة بالأون الأخيرة ما أعجبني شفتوا لدي طبقة وأعجبني مرة والصيام المتقطع بعد ممتاز بس يعني مرة هنا جاي على بالي إن يسوي هذا اللي تحسبين فيه السعرات الحرارية وفيه قالوا لدي إنه فيه بعد برامج تحسب لك كل أكلة مثلاً مثلاً المعمول كم فيه من سعرات حرارية ملعقة الرز كم فيها من سعرات حرارية فمرة أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله بالفترة القادمة إني إني أسوي هذا اللي تحسبين السعرات الحرارية وزينتا بعد هذا اللي بالسعرات إنك إنه فيه يعني مجال إنك مثلاً اليوم وديك تكليم من المطعم تتحسبين السعرات مثلاً وتتخلين مثلاً عن وجبة الغداء مثلاً متكليم وجبة الغداء أهم شيء أنت ما تتعدين عدد السعرات الحرارية اللي أنتي حسبتها لك باليوم يارب بني كون شوي جاوبت على بعض صئلتكم استفساراتكم كثير تسألوني يعني الصيام المتقطع يارب بني بس ما كون نسيت شيء الحين عد بيقطع لي سلطة أنا بعد أعشق مشاء الله السلطات أحب مرة أحط السلطة دخلت السلطات بالأكل قلت لم أسوي لعب سلطة خضرة مع الخضار المشوية والدجاج المشوي السلطة حطيت تقريباً حطيت خس وحطيت خيار وحطيت فلفل رومي وحد ما أضفت عليهم صراحة زيت ولا ليمون اكتفيت بالزيت والموجود بالدجاج والليمون يعني الحموضة قلت خليت السلطة مرة سادة خلي أتذكر عاد شوي من أسئلتكم صراحة أني أنسى يعني بعدين لما خلص ومنتج ونزل الفيديو أكتشف أني فيه أسئلة ما جوابت عليها فعاد العذر واسموحة منكم ولا تزعلوا مني أحيانا فيه كومنتار تقول لي أنت ما رديتي على سؤال أنت ما رديتي على سؤالي يعني أحيانا صراحة يا بنات مرة تسألوا نسألة مرة كثير يعني يجيني السؤال يعني أكون جوابت عليه بس يعني أنتم لازم أسور عندكم يعني شلون البغيت والحاجة يعني تبحثون عنها يعني كل شوي مثلا قد حط الوصفة مثلا واحدة طلبت مني يعطيني الله يعافيك مقادير البسبوسة طيب كل شوي بقد حط لكل واحدة مقادير البسبوسة صعبة يعني وهكذا يعني أنتم قيسوا عليه يعني كل شي بتتلقونا موجود بالكومنتات أو تلقونا موجود بصندوق الوصف أو تلقونا تكلمت عنه بالفيديو فيليت أني كنت عاوم مع بعض ونعين بعض على زي هالأشياء يعني وإن شاء الله بإذن الله أنا مرة صراحة أحاول أني أجاوب عليكم أي أحد يسأل في الكومنتات صراحة أني مرة أحاول أجاوب على الكل وما أنسى أحد لكن إذا نسيت أحد أو يعني ما مرة عليها الكومنت أحيانا نقول برد عليه بعدين وأنسى فعاد تمثل أختكم العذر والسموحة لا تنسون عاد على القناة أنكم تشتركون بقناتي تضيفوني وتحطوا لي لايكات حلوة مثلكم الحين عاد خلاص قطعت السلطة تقريبا وإن حاطتها في الشوايا القلاية الهوائية قطعت السلطة وزي ما قلت لكم أني أنا تقريبا هي الساعة الآن ثمان بالليل هذا عشهاي البارح إن شاء الله بحاول أني صير أن نزل الوصفات تكون فيديوهات خاصة يعني ما تكون يعني أنزلها مع الروتينات حتى حلويات وكذا بحاول يعني جاتني واحدة اللي تزخير أني الأخوات تقول خلي مثلا الحلاء أو شي يكون فيديو خاص عشان أسهل علينا بالبحث وكأني يعني صراحة اقتنعت بكلامه إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا بصير نزلهم بفيديوهات خاصة بالحالهم عشان أسهل لكم حتى تصدقون أنا أحيانا أجي برجع لمشية وصفة أنا حطيتها وأبتلش يعني قد أدور بالفيديوهات فصراحة فكرتها حلوة إن شاء الله بإذن الله بطبقها شايفين هذا الدجاج بعد ما طلع من القلاية الهوائية والكوسة والقرع الطعمهم ياخذ العقل مرة يا بنا تنصحكم تجربون الخضارة المشوية حطيت لي عدد كان ولدي اللي أبقى معك إن شاء الله بس يستمر علشان يشجعني شوي لأن يتحمس لما قال أبدأ معك أسوي حمية خلص هذا عشاي اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل ما أنا عم بيع لي من النعم اللهم لك الحمد وحمدا يليقب جزي العطاء وبعد ما خلصت يا بنات أنا طايحة لحيب هذا المشروب أول كنت حط لي موية دافية مع زنجبيل لكن نمكن من فترة شهر كده أو شهرين صرت أضيف الليمون أشرب قبل ما أنام وأشرب أول ما قوم الصباح ومرة لقيت منا نتيجة روعة أحس إن الدهون يعني خاصة دهون البطن مرة تذوب حسيت فيها فعلا إنه فعلا يذوب الدهون وبس حبيباتي جربوه إن شاء الله بإذن الله تستفيدون منه لا تنسونا حبايبينكم تشتركوه قناتي تدعموني وتحطوا لي لايكات كده أختم معاكم الفيديو أشوفكم في فيديوهات قادمة ومع السلامة